مثلت شعري من غير مياه شكله انا مبسوطة بيه انا شخصية مبسوطة بيه حسن شكل شعرك وتسريح شعرك بيدي ريحة حلوة او بس ان شعرك يدخل ونانية كده النصايح بتاعت النهاردة هتفرق معاكي الصيف وشتا لشعرك كتير جدا ما بنبقاش عايزين نغسل شعرنا خصوصا الناس اللي شعراها دهني وبشرتها دهنية ومختلطة دايما شعرك بيطلع دهون دايما شعرك قول ما تعملي بيبيليز دايما شوفنا في الحلقة اللي فاتت كده بعدها على طول ما فيش نص ساعي ومهبط وشكل كمان ما يبقاش احسن حاجة فهقولك على طريقة كويسة تقدري تشتري بيها منتج ولو عايزاها تلاقي اللينك التواصف سندقل وصف الحاجات اللي انا عارفينها دي هنقولها في اخر الفيديو وكمان في حاجة اقتصادية لو انتي عايزة تعمليها من البيت هقولك الطريقتين والطريقتين هيبقوا حلوين وكيف الفرق بين الطريقتين ومزايا وعايوب كل طريقة وازاي نعمل الكلام ده دايما بقولي الكل بنت بتتواصل معي عشان مشاكل شعرها وبشرتها والكلام ده وخصوصا الشعر لازم تجيبي فروة راسك نظيفة اول ما تنظفي فروة راسك هتبتدي تعالجي التساقط هتبتدي تعالجي الهيشان هتبتدي تعالجي كل مشاكل الشعر وهي اكتر مشكلة بتقابل الستات هي التساقط والفراغات نتيجة للحمل نتيجة الانيميا نتيجة بعض الأدوية فيه حاجات كتير قوي فطبعا حدة اللعنية بالشعر دي بتفرق معنا جدا جدا يا جماعة والله انتم عارفين كده لازم بيقى شاكل شعرنا حلو والله حتى لمحجبة لازم تقوم عاملة صبغة وعاملة بروتين عاملة حاجات في شعرها عاملة سشوار بيبليس فردنا شعرنا لم نفردنا حتى نرى ايه بيهباتوه تظهر جدا معاك عندما تكوني عاملة شعرك بيبليس او سشوار او عاملة فير عموما بتقولوا عليها ايه في الكممنتات او في البلد اللي انتم منين اصلا قولوا لي في الكممنتات انتم من اهلي بلد بتطعوني من اي بلد وبتقولوا عليها فير ولا سشوار ولا ايه بزبط احنا بقولوا عليها سشوار في بعض الناس بقولوا عليها فير في بعض الناس يعني هي حاجات مختلفة لايك كومنت اسأليني في الكممنت سبسكرايب لو انت لسه جديدة لو انت بقى مش جديدة ومشتركة ومفعل الجرس والكلام ده كله اكتبي اي كلام في الكممنت اكتبي اي حاجة في الكممنت في اي حاجة في الاضاءة ان شاء الله في اللوحة اللي وراي دي انا بحاول اجدد على قدمات طيب نخش في الموضوع انا بالنسبالي اهو انا حبيت ان اطلع لكم في اول فيديو لما شعري بس انا بالنسبالي يعني زي زي ايكم بالظبط شعري بعد البيبيليس بيهبط طيب الحل ايه في المشكلة دي هاخصر شعري كل يوم وعمل شعري كل يوم ببيليس ماينفعش وخصصا ده بينفع البنات اللي بتعمل شغل البيت كتير بتتحرك كتير بتعمل رياضة بتنزل شغل بتنزل في الحر اما شايفين حتى يعني احنا عايز اقول لكم يعني في 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 اعرق شعرنا بيعرق شعرنا امر طبيعي جدا ان اعرق هل معناه ان احنا نخسله كل يوم لا المفروض نخسله كفاية قوي مرتين في الاسبوع ولو في الشريطة مرة في الاسبوع بعض الناس بنقول لهم نخسله طيعت مرتين طيب في خلال اليومين ثلاثة دول انا شعري مزيت او شعري هبطان اخلي شكل شعري حلو ازاي او اخلي منظر شعري حلو ازاي اعمل اي اعمل استشواره ببليس تاني لا اعسيب فروط راسي كده مزيت او عرقانة لا فيه حلول حلوة جدا فيه اللي هو الشامبول جاف وفيه منه انواع كتير اوي فيه باليا محترم جدا وفيه باتستا حلو جدا كلهم حلوين كل انواع شامبول جاف بالنسبة كبيرة محدش اشتكى من رفيوهاتها لحد الوقت من الناس اللي استخدموها يلا نعمل زي البليوتي بلوجر بديس انا احبيت اللي هو الفراش ما بحبش الحاجات اللي هي التوت وفراولة وبطيخ والحاجات ما بحبهش انا بحب الفراشات اللي هو روايح الورد روايح البرسيل يعني راحت مسحول غسيل الصابون السايل ماشي حاجات دي انا بحبها في البرسونال كارة عموما لكن في اي حاجات تانية بحبش التوتو والروايح التقيلة دي على شعري يعتبر بيرفيوم لشعرك حلو جدا ريحته تحفى الفراش انا حبيته يعتبر بيرفيوم لشعرك حلو قوي سيرفراش فروط الراس بس لازم تخدي بالك من حاجة مش كل يوم هتحطيه وتفضلي اسبوع شعرك من غير ما تخسليه تعالوا نجربوا كده مع بعض انا شخصيا بستخدم ده البديل بتاعو هقولك دلوقتي ايه البديل بتاعو تقدار يتحضريه ازاي في البيت وكل حاجة ده اعلان ببناش ماشي اه ده الاحسن لازم ترجيه رجيه كويس جدا بس يعني ايه كده هو كده هو كده وترجيه وهتيجي على شعرك هتقسميه هتيجي على شعرك هتقسميه بالفرشة العادية تمام اهو انا هقسمه كده خلاص بتيجي بقى ما بتعمليش كده انا كنت بعمل كده وغلط في الاول لا بتعملي كده من بعيد يعني قد درعك كده من بعيد من بعيد خالص اهو غمضي عنيك احسن حطيه على المكان اللي تحسي ان هو هبطان او مليان عرق و اهو انا اكتر انت اكتر منطقة بتعمل معي مشكلة هي دي عشان بربط شعري كتير و انا بشتهل بعمله مربوط لفوق كده زي ما انت شرفتها في اول فيديو فبحب ان انا اضيع الاحساس ده اهو كده كده انت غسلتها في اول فيديو احسن شعري كده اوه شوفت هتعمل اي مفده في انواع كتير ملونة بس انا حبيت ده عايز قليك حتى بيحسن شكل شعري وتسريح شعري كده وبيدي ريحة حلوة او هل انا عجزت اهو بكل بساطة تحس ان شعري كده بتعملي ايه هتصريح شعري كده بتعملي ايه هتصريح شعري كده انت تعملي تدليك لفرهة راسك كده انا لسه جزء عندي هو جزء اللي ورا ده محتاج ان هو يزبط هنعمل كده هنكعبش كده هنكعبش كده هنكعبش كده ونعمل جزء اللي ورا ده خليكي على الجدور اوه قريب من الفروه كده شامبول جافده شامبول جافده الناس كتيره مدمناه وانا واحده من الناس اللي بحبه جدا بحبه جدا بينفع مياه سف شتة ليه بقول شتة لان احنا في الشتة شعرنا بيزايد بس نبقاش عايزين نغسله ببقى تجو بارد الامور دي كلها يعني فيه ناس ما بتستحملش الستحمة كل يوم مش كل الناس بتستحمة كل يوم اللي بيتحمى في الشتة كل يوم اللي بيتحمى في الشتة كل يوم يقولي في كومنتات وهقوله انت باطلة بصراحة تمام؟ اهو حاولي وزايا على شعري لو لاحظته دم هسرح شعري هتشوفوا ان التسريحة زبطت والشعر الهبطان هيرجع زي الحصان زي الحصان الابيض بتاع عمو ابراهيم حصان الابيض حصان الابيض شفتوا الحلقة بتاعتم مع شادي سرور كانت جميلة مش حلقة كان لايف انا مش عارف الراجل ده كويس ولا ايه انا مالي وانا يعني هتجاوزوا مش هتجاوزوا اهو عشان بقى اطمن ان شعري الفوليوم بتاعه بقى كويس اهو بصوا اهو انا حتى بحاول اوصل المراية بس قدامي اهو بصوا جددتي تسريحة شعرك بصوا واللون الابيت حتى كمان راح انا مش شايفة اوي انا بصلكم انتو في الكاميرا والمراية بس بعيدة عني شوية اهو احلى حاجة احساس الرفريش اوي بجد مفيد جدا طيب عيوبه ايه عيوبه انه كفاية اوي لو انت مزنوقة في خروجه كفاية اوي تسيبيه على شعرك يوم اوي يومين بالكتير اوي يوم ونص بالكتير اوي اهو مش اكتر من كده اهو هيتعملي اكتر من كده خلي بالك ليه بقى علشان اهو اصلا بودر والبودر احنا حطين بودر على شعرنا سدين مسام الشعر اهو بصوا يعني انا مبسوطة بالتسريحة بصراحة يعني انا مبسوطة بالتسريحة حطينه على مسام الشعر فما ينفعش اسيب هتلاقي يعني لو عريقتي اصلا ومارس رياض او عريقتي او تحركتي هتلاقي فيه كتل كده على شعرك اللو سفتي اكتر من هومين فهو بيضبط التسريحة جدا منقذ منقذ بعدك اخسلي شعرك فهو بيأخر ان انت تخسلي شعرك كل يوم يعني انت مثلا ممكن تخسلي شعرك كل يومين كفاية قوي البديل بتاعه ايه السكر العسل الكيود ده بديله من البيت هو البودرة خامك خامسان بس انا ما بحبش دي ليه دي بتبقى ضايرك تقوي على الشعر دي بقى ضايرك تبتخش على مسام ديت سبري ومنعش يعني حتى ريحته حلوة حس انت حطي نعناه على شعرك مش بيسيب الوعص بالبيضة اوي في منه ملون في منه برواح كتير لكن دي اه ارخص متوفرة في صيدلات كتير مفيش مشكلة بس انا ما بحبهاش غير لو انت مضطرة بقى مش لاقيه ده خالص او مش لاقيه الشامبو الجاف فانا بحاول اجيبلك الحاجة اللي تقدر عليها بس دي بتنشف الشعر اكتر يعني انا حتى لحستها فمرة كنت كانش عندي ده كان خالصان وقلت اجرب ده بسرعة كده ونزلت يعني مفيش نص ساعة وحسيت ان شعري مكتوم وبيبط بسرعة دي 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 اكتر اكيد يعني ادي لعيش خبازه ولو اكل نصه على رأي امي تاتو يعني عادي يعني الحاجات بتاعت شركات التجميل هتكون احسن يعني ده مخصص للبايبيز مخصص للبودرة انهو بودرة التلك اه ده ممكن يكون جزء في بودرة التلك بس موجود في مواد تانية تخليه سبراي وتخليه ممكن يكون ليه لون او يكون ليه ريحة الحاجات دي بتفرق يا جماعة بس فلما بتعملي لايك انت كأنك بتقوليلي شكرا على فيديو كويس واتمنى بتقدميش الفيديو او تعملي تجريه عشان ما تضيعيش مجهودي لانت تردش حد يضيع مجهودك لما بتعملي لايك بتساعد المحتوى ده يوصل لناس كتير ففريق العمل بالنسبالي ممكن يعمل تخفضاته على العروض والحاجات اللي احنا بنشتريها من الشركات او كده وبيبقى لكم خاصم حلو للمتابعين يعني اللي عايز يشتري حاجة او حاجات التجميل ميكاپ او حاجات التجميل يتواصل على اللينك اللي موجود في صندوق الوصف اضغطي على اضغطي على العنوان هيدخلك على طول على صندوق الوصف قولي رأيكم في شكل شعري الجديد بعد ما غسلته من غير مية غسلت شعري من غير مية شكله انا مبسوطة بيه انا شخصية مبسوطة بيه بس ولما بتعملي كمانت برضو بنرد عليك على طول فبنقدر نفيدك لخبرة كبيرة جدا اكتر من عشر سنين في مجال الأدوية والتجميل هقدر افيدك فعلا بشكل كويس وبتابع معيك وده حاجات تطمنك واشتراك بقى وفعل الجرس والحاجات الجميلة دي وقالي رأيك في اللوحة العظيمة دي لفنانة العظيم مش هوله على اسم الوقت ممكن اقول لكم في الكومنتات بس انا بحبها انا ممكن اقربها لكم فمرة وعملها لكم ستوري بس انا بصراحة انتو شايفينها ايه؟ انا اول ما رأيتها من بعيد كنت فاكرها على صفير انتو شايفينها ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات انتو شايفينها ايه؟ ويعني هنعمل فيديوهات كتيرة جدا هنعمل رفيوهات عن حاجات كتيرة جدا هتفرق معاكم جدا جدا انا واحدة من الناس اللي بحب اجرب كل حاجة كل حاجة بحب اجربها وحتى الوصفات بس مش بكل الوصفات بجربها يعني مش درجة نحوط زيت زاتون باللمون على وشي لا فيه حاجات بقعد اثرش عنها يعني والله مثلا الشوفان مثلا ايه المادة اللي موجودة فيه حتى تكون جيدة لشعري مثلا هنعمل وصفة الشوفان التامرهندي شوفوا الوصفة في البلايلست بالمناسبة البلايلست قوائم التشغيل او البلايلست هتلاقوا فيها كل الحلقات بتاعت كل شيء يعني شعر الوحده البشر المقرم شعر الوحده البشرة الوحده كل حاجة الوحده فديه حاجة تخليك حتى لو انتي مهتمة بالشعر بس بتشوف في فيديوهات الشعر كلها مهتمة بالبشرة بس كده فيه منتفيوهات عن ممتجات انا بحب الميكب جدا و بحب السكنكير جدا و بحب الميكب النهاردة طلع لكم كده عشان هنعمل الفيديو الجاي مفاجأة مشترياتي الجديدة و هنجربها في الفيديو يلا شوفك الحلقة الجاية و شوفي قوائم تشغيل و شوفي كل الفيديوهات ما تجريش الفيديوهات سلام موسيقى